قام سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة الرئيس الفخري لجمعيات الكلمة الطيبة والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتكريم رواد العمل التطوعي العربي الذين حصلوا على جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي في عام 2017 وذلك في الاحتفالية التي قيمت في جامعة الدول العربية يوم أمس بمشاركة خالجية وعربية واسعة تحديات كثيرة تعصف بالوطن العربي من خليجه إلى محيطه مرحلة بات من الضروري فيها تعزيز المسؤولية الاجتماعية أكثر من أي وقت مضى وأن تمتد جسور البذل والعطاء بين الدول العربية تحقيقا لتنمية ورفاهية عربية شاملة رواد عرب عملوا بهذا المبدأ ولفت انتباه جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي هذه الجائزة التي فتحت لها الجامعة العربية أبوابها لأول مرة إيمانا بهميتها على السحة التطوعية العربية وعقدت في مقرها احتفالية النسخة السابعة بحضور راعي الجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والله الحمد لله في البداية حابين نشكر الأخوان في الجامعة العربية على احتضانها النسخة السابعة لجائزتنا العمل التطوعي فالحقيقة نشكرهم على تعاونهم معنا واستضافتهم لهذه الجائزة والحمد لله مثل ما تشوفون اليوم كانت جائزة الحمد لله جدا موفقة والاحتفال جدا مميز بحضور شخصيات مهمة برزت دورهم في العمل التطوعي فالحقيقة كانت مناسبة طيبة بحضور سعادة الأمين العام والأخوان في الدول العربية وإن شاء الله نحن نأمل أن يكون في السنوات القادمة بعد إن شاء الله في التفوق وفي التقدم إن شاء الله العمل التطوعي سمراقية وسما نريد أن نكرسه في مجتمعاتنا وهي أساس العمل التطوعي أن الواحد يبذل بدون أن يرى المقابل فهذه الحقيقة اللي نريد أن نكرسه في مجتمعاتنا والتعاون مع الحكومات العربية فكرة هذه الجائزة فكرة بديعة فكرة رائعة وهذا ما نقلته له الشيخ عيسى دعوته أن يعقد هذا الحفل سنويا في مقر الجامعة العربية في شهر سبتمبر من كل عام آمل أن هذه الجائزة تنتشر بنفس هذا الاسلوب في كافة أرجاء الوطن لأنها تحفز فعلا الجمعيات الخيرية الفاعل الخير العمل التطوعي الراغبين في الخدمة العامة ولم يتح لهم ذلك من خلال الحكومات أو المساهمة فيها أنه فعلا يؤموا بيها فكرة مش بس بديعة خلابة خمسة عشرة شخصية عربية تمثل عشر دول عربية نالت واستحقت الجائزة نظرا لإسهاماتها الإنسانية الجليلة في عمليات التنمية التي تلبي احتياجات المجتمعات العربية بكل فئاتها الجائزة تمثل هدفا استراتيجيا للعمل التطوعي وهي لابنة من لابنات الخير والعطاء لمملكة البحرين على مسوى الوطن العربي قيادتنا الرشيدة حفظها الله تولي جل اهتمامها بالعمل التطوعي والخيري والإنساني أنا سعيدة بالجائزة وبتديني أمل أن الواحد يجب يدي أكثر ويكتهد أكثر في اللي هو بيعمله وأنا أعتقد أن أقادها في جامعة الدول العربية اليوم في القاهرة بمثابة انطلاق عالمية لهذه الجائزة وتحفز القطاعين الخاص والعام على دعم مثل هذه الأعمال الاجتماعية في مطن العربي الكبير هذه الاحتفالية تنظمها سنويا جمعية الكلمة الطيبة وقد شملت أيضا حفلة توزيع جائزة أفضل مشروع تطوعي وهي جائزة تخص المشاريع التطوعية البحرينية وقد تم اختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بناء على معايير لجنة التحكيم والتي تركز على الإبداع والأفكار الخلاقة احتضان بيت العرب لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة لتكريم رواد العمل التطوعي لا شك لا دلالة كبيرة دل على ما وصلت للجائزة من مكانة كبيرة في الوطن العربي وما تميزت به في تكريم هذه الشخصيات الكبيرة التي حققت إنجازات وأعمال مشهود لها في المجتمعات العربية بالنسبة للفرق الثلاثة الفائزة اليوم أكيد هو مجرد حمل الجائزة يعطيهمهم شخصيا عبق بأنه كيف يكونون مستمرين الأفضل والأجمل من ذي أن اليوم المشاريع الفائزة هي موجودة بقض ناظر عن الجائزة فهو حبهم لعمل الخير متواجد إشادات عربية واسعة بهذه المكانة المرموقة التي تحظى بها جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي وهذا ما يعكس موقع البحرين المتقدم على خارطة العمل التطوعي والإنساني من وجهة ناظر رواد العمل التطوعي ليس العمل التطوعي أن تعمل من غير مقابل فحسب إنما من يؤثر ويبدع ويبتكر من أجل إزالة العراقي لتخليص الأزمات تحقيقا للتنمية الشاملة وهذا ما تحفزه جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي بشقيها على المستوى المحلي والعربي بسام لبدوي لتلفزيون البحرين من مقر الجامعة الدول العربية القاهرة ترجمة نانسي قنقر